حقيقي وحشتوني جدا جدا وطول الفترة اللي فاتت احنا مساكتين او بنعيد او في رمضان او في العيد بس في نفس الوقت انا وكل فريق العمل طول الوقت وطول شهر رمضان بنتابع كل المسلسلات وكل المشاكل في الدراما وقال فعلا اه لا دي المشكلة دي جبارة لا ده معرفش ايه طب ايه رأيك قالوه طب نعمل الحلقة اللي جاية ايه طب ايه رأيكم نتكلم في المشكلة الفلانية يعني احنا طول الوقت حتى في الاجازات والاعياد احنا بنفكر ايه اكتر مشكلة بتمسينا وبتهمنا ان احنا نقدر نتكلم فيها ونعرضها ونحط الحلول الحلول احنا مش بس بنعرض المشكلة احنا بيهمنا هنا دايما ان احنا نبقى معانا الحلول الحلول اللي ترضينا واللي تهدينا واللي تحللنا مشكلة ممكن تكون وراها خراب بيت طول الوقت بنفكر ان احنا نجدد في شكل البرنامج إن احنا نبقى قريبين منكم أكتر ننزل الشارع مع بعض أكتر وأكتر ونقدم لكم نصايح من متخصصين درسين فاهمين عشان احنا في الآخر هدفنا كله إن احنا نبقى مع بعض ونحس ببعض وبمشاكل بعض ونحلها النهاردة بقى نتكلم في موضوع مهم جدا وعمل ضجة كبيرة جدا على السوشال ميديا خلال الفترة الأخيرة النهاردة هنتكلم عن موضوع الوصاية على الأطفال بعد وفاة الأب أو الأم وشفنا وتابعنا في رمضان السنة دي موضوع الوصاية ومشاكلها طبعا في مسلسل تحت الوصاية مونة زكي يعني حقيقة غير بقى أن احنا يعني أنا مش جاية تكلم عليها كنجمة وكدراما وكممثلة بارعة أتكلم على قد إيه وصلت لي معاناة الأم الحقيقية يعني حسيت بجد إن أنا وانتي 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 وكل اللي حاس بمشكلة دي إن هي بتعبر عنها بالزبط وكل تفاصيلها موضوع الوصاية ده طلع مشكلة كبيرة قوي ويمكن اللي مش في نفس المشكلة دي مش حاسس بمعاناة الست دي بمعاناة الأم دي بمعاناة الأطفال دول يمكن دايما بنبص من بعيد يقولك إيه اللي يشوف مصايب الناس بتهون عليه بلوته ففعلا إحنا شفنا المصيبة دي والبلوة دي بس قلنا لأ كده حرام لازم يبقى ليها حل يعني لازم الأم دي ترتاح تعالفين الأم الأم بيبتدي تعبها من أول يوم الدكتور بيقول لها فيها مبروك انتي حامل من أول يوم وبعد كده تسع شهور وحم وتعب ومعاناة وضغط عالي وضغط واضي ودخلة وخرجة على المستشفى طول التسع شهور لغاية بتحلم بكل المعاناة دي رحلة كبيرة لغاية ما بتشوف ابنها أو بنتها وتبتدي معاناة جديدة بس كلها بحب هي كل المعاناة والشقة ده بحب بحب القلب بينبض لوحده رباني تبتدي بقى الرضاعة وولادة وتربية وتولي الليل صهرانة وتولي النهار لما يكبر شوية المدرسة وتسع سع ستة الصبح وتحضر الغد يا حياة حياة ما يعرفهاش غير اللي جوة الحكاية طب الأم دي لما كبرت ولادها معاها وشيئت عليهم وفجأة قدر ربنا جزعة يتواف هل احنا بنعقبها؟ يعني هل الأم دي اللي ربت وكبرت وعاشت وعانت وسنين عمرها وشقاها وكل حاجة فجأة أجأ أقول لها لا والله أنت مش وصية على ولادك لا لا طب أعلمهم لا الوصاية التعليمية يعني إيه الوصاية التعليمية؟ هنعرف طب الفلوس فلوس جوزي الله يرحمه طب أنا حايزة أجيب لهم لا والله الوصاية المادية مش معاك فيه وصاية مالية وفيه وصاية تعليمية وإيه قصة الوصاية؟ يعني الوصاية دي إيه حلولها؟ وإزاي نخليها طبيعية بدون مشاكل؟ ليه؟ لأنه طبيعي جدا تسعة وتسعين في المية من الوصاية بنلاقي فيها خلافات بين الأم وأهل الأب الأم اللي بتربي والولاد في حضنها وأهل الأب يدوها فلوس؟ لا ما يدوهاش أديكي لا أنت كتير لا لا أنت كده مبزرة لا مش هينفع طب ابني محتاج كذا لا والله إحنا شايفين إنه مش محتاج طب مين أولى؟ زا كانت الأم هي اللي بتربي ولادة قدام عينيها هي اللي شايفة هو وجعان هي اللي شايفة هو بيعايته نفسيته تعبانة هي اللي شايفة هو بيكبر قدام عينيها احتياجاته إيه؟ مين قدر باحتياجات الأطفال غير الأم؟ عارفين فيه مثل كده مصري مثل يعني أنا ما بسمعه بيوجع قلبي مثل كنت دايما أسمع جدتي تقوله وأمي بتقوله اللي بلا أم حاله يغوم فهي ليه لأن الأم أم هي مصنع الحنين ومصنع العطاء كل حاجة في حياة الأولاد طيب الوصاية والخلافات اللي بتأم الوصاية وإيه يعني إيه الوصاية التعليمية وزي تعمل معاها يعني إيه الوصاية المادية النهاردة هتكون معنا في الستوديو المحامية مهة أبو بكر عشان نتكلم معها أكتر طبعا مهة دايما معروفة بالجرأة ومعروفة بصوتها صوت الحق ودايما قلبا وقالبا مع الست والأم وحقوق الأولاد وحقوق الست وحقوق الزوجة مهة دايما معروفة بالجرأة المتحد Johns